بصة كان فيه برضو اجتماع مهم جدا للجنة الموارد البشرية برئاسة العمري فاروق طبعا وعقدت عايزة أقول لحضراتكم اجتماع كان مطول جدا في حضور المهندس خالد دابرتاجي والدكتور سعد الشلبي وعماد حلمي وأحمد النحاس مدير فرع القاهرة الجديدة وممثلين عن عدد من الإدارات المعنية عشان يفعلوا هنا بقى قرار مجلس الإدارة الخاص بتعينات فرع القاهرة الجديدة خلال الأيام مفروض اللي جاية طيب ده تمهيدا لاستلام قلاص مهام العمل يوم 27 أكتوبر الجاري بكلم يعني في يومين ثلاثة وده طبعا استعدادا ليه افتتاح يعني الفرنار ده ايه كريم؟ النهار ده 24 اه هي يومين ثلاثة تقريبا فالفرع ان شاء الله حيفتح قبل نهاية العام الجاري ناس كتيرة جدا كانت منتظرة كانت تتساءل امتى الفرع بتاع القاهرة الجديدة بتهيال انه هيكون فرع مختلف يا كريم اكيد هتلاقي فيه شكل حلو جديد او صحة مش عادية يعني غير مصبوخة بصراحة فحلو ان شاء الله كده يبقى عندنا نادي اهلي في كله وتريم البات عندنا في كل حتة خلاص يعني وروحنا المحافظات برضو اضافة جميلة ما في الشكل ان شاء الله الافتتاح يكون مرضي لكل عشاق نادي الاهلي وكل مرتدي وكل الناس اللي بتنتسب لهذا الكيان المحترم كمان اللجنة فحصت الطلبات المقدمة من افراد الامن بشأن الترقيات الخاصة بيهم وبالمناسبة تم اجراء مقابلات مع المتقدمين للحصول على هذه الترقيات واستقرت اللجنة على تسكين 75 فرد من قوة العاملة لهذا الفرع على ان تصل الى كامل طاقتها ان شاء الله في غدون شهرين على الاكتر بيتم حاليا توريد الخامات والادوات الخاصة بالمنافس لتوفير خدمات الاعضاء كالعادة النادي الاهلي بيعني بكل الاعتناء بكل افراد هذه الاسرة وهذه العائلة وده العادي في النادي الاهلي الحقيقة مش حاجة جديدة